السلام عليكم سوف نبدأ بباب الإلكتروني من العدلة والتنمية سوف تحول إفرض عليك الرأي أو تتخبر محاسبك نصيب الاعتداء على الأساتدة في جريدتكم الموقرة لم يأخذ الوقت لأنه يدخل للجريدة و يرى أنه تم تطرق لهذا الموضوع لأنه في مئة دبراسو ولكن يدخلك جنب الموضوع التعاقد خلال السنوات الأخيرة الحكومة الكندية هنا لم يكن نقشش الوضع المعيشي في كندا و في المغرب ولكن سنتحدث عن هذه الفكرة التعاقد التي تنهجها مجموعة من الحكومات في إطار هذا النظام العالمي الجديد والتحديات التي أصبحت تواجه الحكومات و الميزانيات في إطار التدبير التي ترى بعض الدول تدبير عقلاني سيئة ريدة بحالك سيئة أخوية بحالك أنا أرى أنه سيأتي بحالك فيها ساع ساع و لا يمكن أن أقول لكم لا يقضي لأنه تعصرت بما يكفي هذا الصباح هذا مع التعاليق يا العباد الله الأساتداء التي تم تعنيفهم نحن متضامنون معهم حتى واحد ما سيأتي لزيد علينا في هذه المسألة الشخص الذي تم توتيق صوره هو تعنيف الأساتداء النيابة العامة الآن تقوم بالواجب و سيتم متابعة هذا السيد هذا ما فيها لا إلا ولا إحتى لذلك يحتاج إلى شخص يزكي علينا نفسه و يدير فيها بأن نرى هو الوكيل العام لهذا الموضوع أو المحاسم العام لهذا الموضوع أرجع للفكرة لي و سوف نحاول نركز معها أكثر قلت بأن الحكومة الكندية من قبل من اللي كنت تواصله مثلا مع الهوني كندا مصلحات الدرائب الكندية كنت تواصله مع ناس اللي هما جلسين في مكاتب ناس اللي هما موظفون تابعون للدولة و كتشعر من خلال الكلام بيلك بأنك تتكلم مع واحد الإنسان اللي كي تدير وظيفة دياله اللي قدعوا واحد العدد ديال السنوات في ممارسات الوظيفة دياله و كي تتكلم معاك و هو مرتاح خلال السنوات الأخيرة بزد ديال الناس اللي عبروا عن الامتعاض ديالهم من الخدمة اللي ولاتك التعطى من عند هاد السيرفيس ديال روزوني كندا كالسبب؟ هو أن هاد المؤسسه اللي هي وزاره علقدهم تابعه الوزاره الماليه آآآahh يعني مصلحه تابعه لوزاره الماليه سبحات كتنهج هاد طريقه ديال التعاقد اما مع أشخاص أو مع وكالات هي التي تجيب الموظفين يقدموا خدمة للدولة في واحد الإطار زمني معلوم أو لمحدد مسبقا وفي واحد سعر المتفق عليه مسبقا إذن الدولة لا تدخل الموظفين الذين يخدموا عندها ويقوموا في واحد المدة هذه السنوات وفي الأخير الدولة ستلقرسها مرغمة بشأنها تخلص لهم التقاعد هذا الموضوع التقاعد هو السبب وهو النقطة تحول في طريقة تشغيل مجموعة من الحكومات وأنا اليوم كنتكلم على الحكومة الكندية بحكم أنني حامل لي الجلسية الكندية وغيرنا نرجعون تكلموا على الوضع في المغرب قلت بأن الحكومة الكندية ارتأت بأن بدل ما تدخل موظفين بالألاف وتخدمهم وتصرف لهم في نهاية المهمة ديالهم واحد المبالغ اللي هي هامة جدا ديال الاروتريت ارتأت أنها ستجيب ناس متعاقديين ستخلص لهم الواجبات ديالهم ومن يسالي العقد اللي يعاونه ويعاونك هذا الطريقة هذه استحسنوها الكثيرون من الناس ومشوا وقدموا الطلاب باش أنهم يخدموا في هذه الظروف إذن الأمور واضحة ستخدم معنا مثلا 5 سنين أو 10 سنين ستتقاضى الأجر الفلاني من تهلك الأجر الذي ستتقاضاه خرج منه الاروتريت أو خرج منه العطال ونرى كيف تستدبره وكيف تقدم ولكن العقد اللي بيننا وبينك هو عقد محدد بزمن ومحدد أو لك كيرتاكز على واحد الأجر بتعطيني خدمة كن أعطيك أجر ولكن هذه الامتيازات الأخرى اللي كانت الدولة كانت في عهوم الدولة الكندية هنا مبقاوش كيف تتعطاه إذن اللي عجبوه هذا الوضع كي يزيد يقدم الطلب وكيدخول يشتغل في هذا الإطار اللي ما عجبوش هذا العرض ديال الدولة كيمشي يشتغل شغل آخر ولكن لقبل أنه يدخل مع الدولة في إطار العمل بالتعاقد كي يحترم الاتفاق الأول اللي وقع بينه وبين الدولة الكندية الآن غادينا نرجعون لموضوع ديال تعنيف الأساتي الأساتي الأخ يقول بأن الموضوع يعني معقد جدا ليس شيء هذا اللي يترشح ويدخل بيكالا وخرج كات كات المواضيع بالملايير إذا كان هذا الموضوع على السير رشيد يطريبك شعل لايف وطلع وتكلم على الناس اللي يدخلوا فقراء ويخرجوا أغنية لنحن لا نتكلم على هذا الموضوع نحن نتكلم على المبدأ هذه التعاقد ما هوش مبدأ خاص بوزارة التربية والتعليم المغربية هو مبدأ بات متعاملا به في الدول الغربية وأظن بأن وزارة التربية الوطنية اقتبست هذا النموذج من الطريقة في التوظيف من تجارب بلدان أخرى سبقات هذه العملية هذه إذن كندا الآن سبحات تعتمد على هذه الطريقة هذه التعاقد مع الموظفين في قطاعات أخرى أنا تكلمت غير على القطاع المالية وقلت بأن حتى جودة الخدمات الناس تشكو بزاف لأن يمكن المواصفات التي كانت تطلب الدولة باش أنها توفر في شخص باش يخدم مع وزارة المالية ويكون مكلف بمهمة في مصلحة ضرائب كانوا حطين لباريير تريوت ولكن الآن لأن الأمر يتعلق مثلا بوحد وكالة يمكن مقاع شوية للتساهل في المعايير التي يتم اعتمادها من أجل اختيار هؤلاء الموظفون الوضع الوضع المغرب ما هو وضع استثنائي ما هو في المغرب بوحده من أجل هذا 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 سؤال في مجموعة الدول لكن ما تتعلم في الاتفاق الأول على ما تفق هذه الأساتذة التي تم تشغيلهم مع وزارة التربية والتعليم واشهد العقود هذه اللي تم الاتفاق عليها أول مرة تم احترامها من طرف الوزارة أم لا هذا سؤال شنو السبب اللي كيخلي هذه الأساتذة يخرج للاحتجاج في الشارع هذه أسئلة الأساتذة عندهم الأجوبة لها والصباح المحامي زيان قال بأن وزير التربية والتعليم أمزازي بنفسه لا لديه إلمان بهذا الملف هذا تصريح صرح به سي زيان ما يقع لكي يخرج هذه أعداد الهائلة والكبيرة للاحتجاج هذا موضوع ما بين الأساتذة وما بين المشغل اللي هو وزارة التربية والتعليم الآن اللي كيهمنا في الموضوع هو هات الصورة هذه لصبحات يعني محتلة فيسبوك يعني فيسبوك من أوله إلى آخره صورة ديال هات الشخص اللي كيقوم بتعنيف الأساتذة بطريقة وحشية بطريقة غير مقبولة سيسماعيل سير أعطينا التسعة طريقة ديال التدخول ديال هات السيد هذا غير مقبولة ما قبلها لا الأستاذ ولا المواطن ولا الجهات المسؤولة وتنظم بأن القرار ديال البحث في هذا الموضوع غدي كله ما بعده هات السيد أنا أتوقع أنه غدي تم توقف دياله وغدي تم الإحالة دياله على القضاء لأنه مليك تكون هناك تظاهرة غير مرخص لها بمعنى تظاهرة غير قانونية تكون هناك مسؤول أمني لابس البيدلال العسكرية لابس الكسوة ديال البوليس وتكون دير واحد البانضاء وتكون معروف بأن هذا الشخص هو الذي قرر رواش التظاهرة تستمر أو الذي يكون تدخل في حق التظاهرة هات السيد من الذي يعلن بأن التظاهرة غير قانونية يصبح التدخل للبوليس تدخل الشريع مرة أخرى أخ الذي يجب أن تقارن بين كندا وبين المغرب أنا كنت تكلم عن الوضع في كندا لأن أنا كنت أعيش فيها وتقول بأن هذا الوضع رغم ما هو جديد و ما هو فقط خاص بالمغرب رغم موجود في كندا وهذا أنا كنت أعيط أن نتصل مع هذا روزيوني كندا تقدر تبقى ساعة لما قلت تسنف التليفون لكي يجاوبك و من الذي يجاوبك تشعر بأن الشخص يسير بك كندا يسير معك الهدرة و يسير لك الجودة الخدمات نقصت بشكل كبير الناس التي أعيط هدر معهم هم متعاقدون مع الحكومة الكندية ليس موظفون الحكومة الكندية لا يعمل مباشرة مع الحكومة و لا يبقوا خدمين معها حتى يخرجون الاروتريت و لا يأخذ الفلوس الاروتريت لأن موظفين الدولة الكندية إذن هذه القضية التعاقد موجودة في عدد كبير من الدول خصوصا الدول الغربية إذن نرجع للموضوع ديال التعنيف قلت بأن التظاهرة التي هي تظاهرة غير قانونية بمجرد ما يتم إعلان تظاهرة غير قانونية يكون هناك تدخل كيف يكون هذا التدخل و يكون تدخل بروح رياضية و يتم فقط توقيف الأشخاص الذين يرفضوا أنهم يفرغوا الشريع و يكون تدخل بطريقة التي هي أكثر شراسة من أجل إفراغ الشريع تختلف الطرق تختلف الأساليب نرى الجيليجون في فرنسا نرى الطريقة لتدخل البوليس في فرنسا لتخوي الناس في كندا قبل أربع أو خمس سنوات على ما كان لقاء عالمي تنظم الجيويد و أصدق الفوضيين دولية عالمية يترك في الطيارة و يسافر و يشارك في تظاهرات ضد النظام العالمي الجديد في مكان يجتمع في هذا يحضر لكي يفعل تظاهرات ضده تظاهرات تم الإعلان على أنها غير قانونية غير مرخص لها لا يجب أن تكون تعطيت مهلل لذلك يتفرق لا تفرق إذا كان هناك تدخل بالزراوط والعصي والعباد الله والغريب في الأمر أن واحد من السكان الحي نزل لكي يشير الحليب صدق و و و و و و و مركبينه في السطافية الكندية و تدينه للمحاكمة سيمسطافا رحيم ليس من عادة تحليل المواضيع لذلك أرجع مرة أخرى إن شاء الله إذن مجرد ما يتم إعلان التظاهرة تظاهرة غير قانونية يكون هناك تدخل ولكن الهدف من هذا التدخل يكون هو يتم تفريق هذا التجمع تفريق هذا التجمع يكون على حساب البلدان وعلى حساب الدول كل واحد والطقوس يصفق لهم ويقولوا بحالتهم يشتت يجري ويجري 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 كل واحد يتعامل في المغرب في المغرب خلال الأشهر الماضية أو حتى السنوات الماضية لاحظنا بأن هذه تفريق المتظاهرين لم يكن تستعمل فيها ضرب ويجري البوليس يجري على المتظاهرين يتبعهم يفرقهم ويشاهدنا صور الأساتي في تظاهرات سابقة الأستاذ سوف ينهز ويجري 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 لم أصل إلى صلب الموضوع ويجري الفكرة التي تريد أن تتكلم عنها أدب البوليس يعمل بطريقة المدرسة التي تلقى عليها تكوين ويجري ويجري أن يفرق الجمعيات من قبل كانت الزرواطان الراصن ويجري عقل تظاهر أحد الأساتي الجامعيين الحاصلين على شاهد الدكتور خرج معهم دكتور فلارو تريد كانت سنة وتضرب الزرواطان العمود الفقاري لكن مثل هذه التجاوزات لم يكن لدينا نية تفريق المتظاهرين ولكن بطريقة سلمية لذلك اليوم اليوم هذا الشخص الذي يدخل يوجه البنتات والبطيات للأساتي وأمام الملأ هو عرف أن هناك كاميرات في كل مكان المواطنين يصوروا عرف بأن الظروف التي يمر منها العالم كامل هي ظروف حساسة جداً وما تسمح بمثل هذه التجاوزات أنا اليوم أتسأل ما تكون مثل هذه الأعمال لأن للحظة أن البوليس لبس الكسوة أو القوات المساعدة لبس الكسوة كانوا يصدوا أو يضربوا بهذه الطريقة الفضة في أكثر من فيديو نرى هذا الأشخاص يحفظ على دم هذا هو التساؤل وهذا هو السبب على هذا الفيديو ما يكون عندنا مجموعة من الأشخاص الهدف هو خلق البلبلة ما بين الأجهزة الأمنية وهذا المتظاهرين التظاهر حق مشروع والتظاهر يجب أن يكون فيه تصريح من عند السلطات إلى السلطات لا أعطيت التصريح الناس في العالم تدروا تظاهرات ولكن السلطات يكون عند الحق لتدخل تفرق هذا التظاهر إذا الأمور كانت دائما نتأكد على خلال السنوات الماضية كانت الأمور كتم بطريقة التي هي يعني الجري البوليس يجري على المواطنين المواطنين هربانين يجب أن يكون لديهم هذا ولكن لم يكن لدينا هذا النوع من الضرب بهذه الشرصة وبهذه الطريقة المقدم لديه شخص كيف عيشنا المقدم في الثمانينات أو التسعينات أو في بداية هذا القرن في حياتي رأيت مقدم بهذا الكاليبر الشخص الذي تصوره الآن كتدور في الفيسبوك كاملين ما زال ما عرفنا وش مقدم ولكن يعني الأنباء المتداولة في الفيسبوك كتقول بأنه مقدم كانت تسناو أن نيابة العامة تقوم بالعمل ديالها ولكن يعني هذا السيد هذا بهذا البنية الجسمانية ضخمة وهذا التكوين الرياضي لأن الطريقة يمارس الرياضة بشكل يعني وحامل الأحزيمة متقدمة إما مثلا في تاكواندوس أو سانتوير الروج أو نوار أو الحزام الأسود في الرياضة من الرياضات الحربية أو لاعب يتقن كرة القدام لأن الطريقة يضرب طريقة للإنسان متمرسة وهذا النوع هذا هذا النوع ما عمرني أنا في الوقت للمقدمين الذي عيشتهم كاملين والمقدمين الذي رأيتهم في حياتي ما عمرني رأيت مقدم رياضي بهذا الشكل هذا نطالب اعتقال شوف مدام النيابة دخلات على الخط وهناك توثيق لطريقة التدخول وطريقة ضرب للناس بطريقة غير مقبولة أنا متأكد أنه سوف ينتهي به الأمر في السجن ما فيها لا إلا ولا حتى لأن المسألة خطيرة جدا لقد رأيت الفيديو من البوليس الذين يمنع مثل هذا الشخص يمنعهم لأنهم لا يتكرفسوا على الأساتذة لأن هذا البوليسي تجد كوين دوز واحد في المدرسة في القناة التراك يتعلم كيف يوقف مواطن ويشد حتى يوصلوا ويشد ويشد مجموعة الأساتذة ويشد مصورين ويشد وقفتونا التوقيف لن يتنينا عن الاستمرار في المطالبة بما نطالبوا به والأمور في هذه الطريقة هذه أمور عادية جدا في مجموعة المواطنين عندهم مطالب الدولة لا تريد ترخيص لكي يقوموا التظاهرة ويقرروا إذا تظاهرة غير قانونية البوليس يدخل ولكن يدخل فقط في إطار إفراغ الشارع العام لأن هذا الشارع هو ملك للعموم لا يمكنك تحتل بدون ترخيص إذا الأمور تدخل بطريقة عادية جدا وفي إطار احترام آدمية الإنسان لكن الطريقة التي اعتمد هذا اليوم هذا التساؤل الذي أطرحه ما هي فقط مجرد صدفة أم أنه هناك مجموعة من الأشخاص للهم هو أنهم يسيئوا إلى سمعة الدولة أو إلى سمعة الأمن في المغرب لكن هناك شخص يقول لي أن تدفع على البوليس أو أن تدفع أنا الآن أتكلم بمنطقة أحلي الوحدة الظاهرة قدامي البوليسي يمنع شخص سيفيل لا يجعله يضرب المواطنين لذلك هذا الشخص السيفيل لا يجعله لا يجعله لا يجعله لا يجعله لا يجعله لأنه يدخل ويبدأ يعطيه البوطيات لعباد الله أم أن الأمر مقصود أنه سوف نعطيه لأن البوليس تقرفس على عباد الله البوليس مرمض عباد الله ولكن الصور تدخل ناس من القوات المساعدة أو ناس من البوليس لتمنعهم من القيام بمثل هذه الأعمال هذا هو الأمر اللي خلاني ندير هذا الفيديو وهذا هو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال في الدماغ وأنا من خلال هذا الليف فقط كنترح عليكم هذا التساؤل وسننتظر ما ستقول إليه الأمور في البحث اللي أمرت النيابة العامة القيام به الأمور كتدس دائما بخير وعلى خير أساتذة يحتجون أطباء يحتجوا الممرضون أيضا احتجوا يعني مجموعة من الفئات المجتمعية خرجات للإحتجاج في الشوارع البوليس رجال الأمن ورجال القوات المساعدة يدخلوا بالطريقة والأساليب المقبولة أمنيا ومقبولة أيضا اجتماعيا لا يوجد أي مشكل هذه الظاهرة اللي هي جديدة الظاهرة الظاهرة لأنه بنظم تطيح في الأرض ومتتعفس عليه أنه بنظم غادي ومتتضربه بالبوطين وتجمعه وطيحه هذه الأمور اللي غادي نتناول بد فيها من طرف القضاء المغربي ويمكن خلال الساعات القليلة القادمة وللأيام القليلة القادمة تنضم بأن الموضوع غادي يعرف إنعطاف اللي هو مهم جدا وهذه مرحلة مهمة أيضا في الحياة هي أنك مواطنين مغاربة وتهمنا أننا مسترقوا لهذا مواضيع أنا كنت تكلمت على مسألة خاصة بي أنا أثناء التعليم التانوي خرجت أنا وصديق لي من المدرسة تبعنا واحد واستطافعت نزلوا هذا مع ما اسم لهم سيمي وتابعين القوات المساعدة وبمشاء وكيهلكوا أخبط 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 لكن هذا يتعلق بقرار شخص 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 نظرت خاصة يعني عقل فاسد لذلك تصرف بهذه الطريقة وكي يتم توقيف مجرمين وكي قتلى لها كبيرة ولكن يتم تعامل وكي يحترم أدميتهم اليوم نحن أمام واحد المنعطف اللي هو مهم جدا محتاجين أن التقى تكون متبادلة ما بين رجال الأمن رجال القوات المساعدة الناس اللي كيصهروا على أمن البلاد في نقط الحدود المؤسسة العسكرية الرجال المطافي لقاع الناس اللي كيخدموا من أجل استثباب الأمن في البلاد محتاجين أن تكون واحد العلاقة دي التقى واحد العلاقة دي الويد بناتنا هذا النموذج دي هذا الشخص هذا اليوم جابا شي كسر العلاقة هذه وش الأمر فقط صدفة أم أن الأمر مقصود هذا مجرد تساؤل الجواب عليه سنعرفه خلال الأيام القليلة المقبلة بحول الله إذن الموضوع دينا انتهى هذه فرصة لنطلبه من أمزازي مهم بزاف التدخل اللي قال الصباح ما شو الصباح ولا البارح مهم نسمعته في الصباح المحامي العقيد زيان كيتكلم على أمزازي وعلى تشعب ديال هاد الموضوع وعلى ديال هاد الميلف وقال بأنني أنا متأكد أن أمزازي ما كيش تشري شوى ماشي إنسان فاسد لكن يقدر يكون أنه ما عندوش إلمام كامل بالملف بالموضوع إذن الأمور غادي بخير وعلى خير في المغرب تم تعامل مع الجائحة ديال الكوفيد بنجاح الناس أنا تنشوف دابا الناس يديرون ذلك الأفلام القصيرة والناس الزنقاء يعني سافر الناس بحل الكوفيد أو لا شيء حاجة كيف يقوم بخير بخير الكمامات لا يمكن الاعداد الموتى لا نسمعه يعني المقابر المغرب عادية بشكل عادي بروتين عادي إذن تم تغلب تم السيطرة على الفيروس عملية تلقي الناس الذي نعرف عدد كبير منهم اللي لقحوا المرة الثانية نحن الناس 65 سنة هنا بقائين لا تلقحوا حتى تلقي حل الأولى و المراسلة راديو كندا أعلنت الأولى والبارح لأن تلقحت وعطوها موعد شجوية شهر سبعة عاد لترجع لقاح رقم جوش إذن الأمور غادية بخير على خير الأمور تحت السيطرة تدخل رجال الأمن و القوات المساعدة لفض التظاهرات سيقوم بأمور عادية وطبيعية مواطنين الذين يحسون بأن هناك ضرورة للإحتجاج يخرجوا ويحتجوا عندهم الترخيص ويحتجوا على خاطر هم عندهم ترخيص الأمن يزدخل لكن هذا الذي يقع البارح خاص يقدر الحل وهذا الحل سيجي إن شاء الله قريبا إما بقرارات من عند وزارة الداخلية نفسها إلا كان فعلا هذا السيد مقدم وتفاصيل أكثر سنعرف ها من خلال المتابعة الملف من طرف النيابة العامة مقاربة أمنية جائرة في حق الأساتذاء يجب محاسبة الجميع أما المقدم سيكون كمش في فقط تحياتي السيد رحمان تحية متبادلة يوسف كما قلت في البداية نعطيت نموذج للتدخل للدار هنا في مدينة تورنطو نعقاد جمع دولي جي 8 وجاءوا لزان رشيست من جميع بقاع العالم ومعطوهم شر رخصة لأنهم يديروا التظاهرة في مدينة تورنطو تنظن في 2015 أو 2016 ومع ذلك قرروا أنهم يخرجوا وأنهم يتظاهروا ما النتيجة كانت؟ كان تدخل من أعنى فيما يمكن أن تتصور يعني الضرب والرفس بالزراء وطب العصي الولايات المتحدة الأمريكية تخرج تظاهر تظاهرة غير قانونية كيخدم القرطاص إذن في المغرب عندنا واحد العرف من التي تكون تظاهرة غير قانونية البوليس يجري من التي يجري تظاهرين حتى لا يجري في الاتجاه الآخر التي تشد ولكن يدعوها بطريقة أدمية يعني أعود نذكر بالمثال الأستاذ التي تشد هذا في الميدة وخمسة البوليس ويجري مع رسوم العالمي بحل المهزوز في الميدة لا يوجد هذا تعنيف لا يوجد هذا ضرب إذن هذا ضرب هذا هو شيء أنا تظن بأن سوشان ديكا إزولي لأن طريقة الحماية الأساتذة من طرف البوليس للبس الكسوة ورجال القوات المساعدة للبس الكسوة وهم تحمي الأستاذ لطايح من تدخول هذه الناس لهم سيفيل هذا أمر يطلب نقاش ويطلب أن نتخذ قرار صائب وفي هذا الوقت قبل فوات الآوام إذن عندنا أحد الأسلوب الذي هو نجح في التعامل مع التظاهرات الغير القانونية خاص يبقى خدم إذا كان تخذ قرار من أجل تغيير طريقة وإدماج أشكال أخرى وأنواع أخرى من المتدخلين لفضل هذه التظاهرات تنظن بأن الطريقة لم تكن موفقة وما في نتائج إيجابية أن المسألة تخرج على السياق وأن هذا السبب الذي خل الأسلوب إذا يخرج ويتظاهره يصبح محاسبة وزير وزير صغير جدا أمام التطورات الآخرى الآن لالعلن يجب محاسبة وزير الداخلية ومحاسبة الحموشي يجب تصاور في الفيسبوك بالكسوة المخزانية صورة المغرب ومحاسبة العسكرية أو رجل الدولة اللابس للبيض للعسكرية ومحاسبة يخرج لأنه يهدد الأمن في البلد إذا تأخذ منحة عكسة للسبب الخروج للأساسي إذا دخلنا في مشاكل أخرى لا يوجد علاقة مع الموضوع لأن هؤلاء الذين لديهم حساب الإدارة للأمن الوطني خاصة يضرب لأن أخرين لا تحرك أي موضوع لا يريد أن يكون الآن نحن نحن وزير الداخلية الدولة قوية بالأجهزة الأمنية قوية بالشعب قوية بالأساتد بجميع المكونات لأن هذا الشخص يحاول أن يضرب في جهة مؤسسة من المؤسسات من أجل إضعافها تضعف الدولة بأكملها لأن عنصر تعيش بداخلها إذا هذه حالة حالة شادة للرفس الشخص الذي قام بها هو الوحيد المسؤول عليها سيخاليد سافرة طردناه طردناه بلما نجاوب ومعطينا الشرف استماع الإجابة أخي قليلا دخلت معنا لللايف سأتكلم عن التعاقود في البداية قلت بأن التعاقود مبقى 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 يعني شي شي سر من أسرار المغرب التعاقود الآن معمول به في كندا الحكومة الكندية مبقى في قطاعات عدة تدخلهم كموظفين صبحات تدخلهم عن طريق عقود عمل وكذلك الناس يدخل مع الدولة يدخل على أساس أن يدخل معها مثلا عشر سنين الحاجة الوحيدة التي ستأخذ من الدولة هي الأجرة التي ستأخذ منها تتخلص وتأخذ الأجرة تسالي لعشر سنين وكذلك تعمل في قطاع أخر تدخل وكذلك أي شخص لا يحق له دستوريا تعنيف مواطن يريد أن يحتج وفي هذا الاتجاه وفي هذا الصدد هذا جاء القرار وفي هذا الملف وفي هذا الملف وأنا متأكد أن صاحبنا سيركب في السطافيط ومشي تحاكم ما فيها لا إلا ولا حتى إذا هذا ما كان الإخوان هل أنت فعلا تعيش في كندا؟ نعم أعيش في كندا بالتيشورت إذا القنصلية من أجل التواصل مع المواطنين وأظن أنه من المفيد أن يتم تعميم هذه المعلومات حتى تعم الفائدة وتسهل عملية التواصل للمواطنين مع القنصلية في كل ما يتعلق باستخراج الوثائق أو تجديد البطائقة الوطنية أو تجديد جوازات السفر وأيضا هذه الطريقة الجديدة في أخذ المواعيد التي ستتم اعتمادها قريبا إن شاء الله في جميع القنصوليات المغرب بالخارج إذا تبارك الله عليكم وأمسيتكم سعيدة ولنا لقاء يوم السبت بحول الله دمتم في رعاية الله إلى اللقاء